عندي الأخ علي من السعودية يسأل عن الفرق بين الترك للصلاة والتأخير للصلاة يقول هناك فرق بين من ترك الصلاة وبين من أخر الصلاة علي بارك الله فيك بالنسبة للفرق بين الترك والتأخير ظاهر فالترك هو الصدود عن الصلاة والامتناء عن الصلاة هذا هو الترك هذا هو الترك أما التأخير فالتأخير منه ما هو ما يؤاخد عليه الإنسان بل قد يكون مشروع ومنهما هو محرم وممنوع أما المحرم الممنوع فتعمد الإنسان تأخير الصلاة حتى يخرج وقتها هذا محرم وأما المأذون به أو المسنون مثلا ما يتعلق بتأخير الأولى إلى الثانية في السفر من حيث الجمع الصلاة الظهر إلى العصر أخرها إلى العصر هذا مأذون فيه كذلك المغرب إلى العشاء هذا مأذون فيه وأيضا الشخص الذي نام عن الصلاة من دون قصد يعني ما تعمد أن ينام عن الصلاة وإنما نام ثم ما استيقظ والنوم ليس فيه تفريط كما في الحديث أو نسي الصلاة مثلا هذا أخرها عن وقتها لكن هل يؤاخذ الجواب لا قول الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم ففي فرق بين التأخير والترك الترك محرم والتأخير منهما هو محرم ومنهما هو غير محرم ترجمة نانسي قنقر